العالم الدكتور عبدالبسط هيكل أستاذ اللغة العربية بجمعة اللغة العربية بالأظهر الشريف بنتكلم على تعاملنا مع رسول الموسيقى النقطة المهمة اللي أنا بسأل فيها وأعتقد أنها مهمة الدكتور عبدالبسط بقى هيؤشر لي أنها مهمة يعني كائيني أنا في كراسة الامتحان طالب من طلابه هل هذه هي الزواجية فاضحة وفصام يعني فادح في الشخصية بين أن أنا أنزعج مما يسيء لديني ومنها مثلا رسوم أعتبرها موسيقى لسيدنا النبي وغالبا أنا كمسلم أشوفتهاش بس هما يقولون عليها موسيقى أتموا موسيقى وأسمح لنفسي أن أنا أسمع أو أمارس الإساءة للأديان الأخرى بدون ما يبقى في أي تردد داخلي من أننا كده يعني أرضى لغيري ما لا أرضى لنفسي هو إحنا هنا النقطة دي هتوصلنا نقطة مهمة جدا وهي علاقة بالآخر إحنا محتاجين نعيد النظر في هذا الأمر أنا الآن عندي استياء شديد جدا لأن هذا الآخر أمس شيء مهم جدا عندي ومعاصم جدا جدا وهي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم نقطة هنا ما يا دكتور اتفضل استأذنك فيه اتفضل هو الآخر ده يعني التعامل مع أنه فرنسا كلها أوروبا كلها دي الإطلاقيات البطلة دي الإطلاقيات البطلة يعني إنا حتى ما نجي نتكلم ونقول الموقف الغرب حتى من الرسول وسيقى مش موقف واحد إحنا عندنا هتلاقي في بلجيكا كان في محاولة وتم الربط وقالوا ده احتداء على الشعور العام وفيها هتلاقي مثلا في بريطانيا قالك ده هذا شيء مسموع به تحت حرية الرأي هتلاقي مثلا في تقربة تانية رأي ثلاثة ورابع وخمسة فرنسا ديت ودي لقطة خطيرة جدا مفهوم الغرب لسه شيء واحد كما يظن بعض الناس الغرب ده يعني ممكن نتكلم عنه بعد شوية له مفهوم تاني خالص وكمان الفرنسا مش يعني بتقول إن حرية الرأي والتعبير لكن كمان سمحت لذات المجلة ولذات الرسمين يرسموا سيدنا المسيح واليهود هي في نقطة هي في نقطة دلوقتي المشكلة اللي إحنا ساعة بننتزع أشياء من سياقها السياق الثقافي في هذه المجتمعات أنه ضد فكرة المقدس ليه؟ لأن المقدس كتير جدا ممكن أن يكون مقدس فلسفة بوزية، هندوسية، إسلام سيكون خطوط كتير حمراء هذه خطوط الحمراء ستعيق حياتهم ده من منظره، أنا ممكن أختلف، أنت تختلف حقك صحيح وفي حرية رأيي نابد هتقبل هذا بس هناك خلفيات ثقافية جعلتهم من زمان جدا عملوا فيلم دجمة ضد المسيح عليه السلام أفلام أه ده كتير جدا يعني فيلم دجمة من الأفلام اللي تعاملت للتركيز على الكاسوليكية يعني تهشمها بشكل شديد جدا وبشكل ساخر جدا ده هو لما جم استضموا بينا أو اشتغلوا على نقطة هو اشتغل على فكرة الجهديين إسلام الفكر التدين العنيف اللي هو موجود على فكرة آه، اللي هو موجود عند شرائح مننا مش بيتبلوا علينا برد وده ظهر عندهم في أحداث 11 سبتمبر ومتا لها من عمليات والليس إحنا شفناها في ناس قراروا يحتفلوا في شهر الربيع إنهم يعملوا مجموعة عمليات هذه عقلية قائمة وموجودة هو الفكر الفرق بيننا وبينهم إن إحنا بنتجاهل ونقفز ونضع هذا كأنه غير موجود لكن هو بيتعامل مع مجتمع بكل أقصفه وفي خطورة ظهرت داخل هذا المجتمع من هذا الطيف فلاود أن يواجه هذا الطيف وأن يتعامل معه لو عدنا القضية الآخر نحن دائما نصور الآخر على أنه الضال المغضوب عليه عدو الله ورسوله الذي ينبغي أن ننزل عليه الخز والزل وأننا إذا فعلنا ذلك فنحن نتصل لله ورسول هذه الصورة موجودة في الوجدان هناك من يصمت ولا يصرح وهناك من يتعد بالتعبير وهناك من يتعد بالفعل هذه الصورة مغلوطة وموجودة في وجدان بعض المسلمين هذه الصورة موجودة أن نواجه أنفسنا كيف أنتجنا هذا التصور وحتى نراجع أنفسنا لابد أن نتذكر شيء مهم جدا نحن أيضا آخر كما أنت تطالب من الآخر أن يحترم المقدس الخاص بك أو يحترم مشاعرك وأفكارك ينبغي أنت أيضا أن تحترم هذا الآخر وهنا نرجع لنقطة جميلة جدا وآية عظيمة جدا ممكن نعتبرها مرجعية مريحة جدا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقين والنصار والمجوسة والذين أشرقوا إن الله يفصل بينهم هذه الآية المتشدد منسوخة هذه الآية مريحة جدا أن نحيل الأمور إلى القيامة إلى الله عز وجل هنا فيه قبرة جميلة جدا يقول لا تحكم على إنسان لأنك لا تعرفه آخر يوم في حياتك أنت مطقفش نهايته إحنا ليه ندخل نفسنا في دائرة غريبة جدا إحنا عندنا الآخر ده معنا إحنا في مجتمعاتنا إحنا في مجتمعاتنا تخيلنا تخيل قاتل جدا وساذج جدا إن إحنا ممكن نعمل نسخة واحدة هذه النسخة قالولنا عليها إن إحنا عندنا نسخة إسلامية هذه النسخة فيها وإحنا نعمل وحدة اجتماعية وثقافية وفكرية وإحنا لهذه النسخة نبقى وحدة أمة ونستطيع أن نعيد التاريخ وأن نصلح ما فسد هذا تصور ساذج وسطحي جدا كمان أراد أن يصلح مشكلة المرور فصلا من الناس إنهم بدلا ما يحتنموا الطاريخ المخالف وإن ينبغي أن يكون هناك اختلاف الطرق قال نحن سنسير في طاريخ واحد الجميع ركاب وسيارت سنسير في طاريخ واحد إذا هذا الطريق لعودة منه أبدا هذه التصورات المطروحة تقتل الاختلاف إذا نحن في مجتمعاتنا مازلنا حتى الآن لا نحتلم الآخر المختلف معنا حتى الآن مازلنا يعني أنا لا أريد أن أطرح الموضوع مرة أخرى نستمع مع مستلحات الكافر بقسوتها يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم من أهم من صفاته يعني يقولك لم يكن جافيا ولا مهين لا يستغني من كلمة فيها إيهانة أبدا لا يستغني من كلمة فيها قسوة أبدا القسوة التي دخلت إلى مجتمعاتنا وإلى قلوبنا هي قسوة جاية من البادية بس يا دكتور حرج بتقول هذا الكلام ومؤمن به والإسلاميين بيقولوا كلام يوافقك ويضيفه إنه كان قتالا سفاحا يعني ويستندوا للأحاديث الموجودة برضو في البقارية أنا رأيي إن الإسلاميين مخترعوش حقا هو استدعاء نفعي لا يعني الجماعة اللي قتلوا الراجل صاحب الإبل فقطع رجليهم وإديهم وسمى العينيهم بالحديد ده سيدنا النبي ويقعادوا ما يشربوش لغاية ما يموتوا عطشا فماتوا عطشا ده تصرفات تعالى إيه كواس النسبي يعني أنا النهاردة لما أجيب حاجات أدخل كده أدور بملقاط عشان أطلع خبر من هنا أو رواية من هنا أو حدث من هنا لا ده حديث مقرر 14 مرة في البقارية يقرر زي ما هو عايز أنا عاز أقول حاجة بس الفعل يقرر كم مرة الحاصل اليهود ودفنهم وستة التلف يهودي بيتدفنوا أحياء بعضهم فيه ده ما موجود في البقارية وعلى فكرة رسالة الدكتوراه اللي عملها الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه الشيخ الأزهر اللي هي اليهود في القرآن الكريم يعني ناطقة طب أنا عاز أقول حاجة بحالة العنف يعني أنا شخصية رأيي أنه يعني لو الصيونية التفتت للرسالة دي يعني هتجت متكعة عظيمة لها يعني طب أنا عايز أقول حاجة برضو إحنا بنتحدث عن فترة صراع فترة من الفترات الاضطراب الشديد جداً لا بس الاضطراب الشديد بس برضو إحنا بخملتش أكام النقطة في الحاجة ففي فترة اضطراب الشديد دي نقطة النقطة التانية أنا عندي دائماً أنا أقوم بفكرة نحن لن أقدم النبي ولكن نحن نقدم النبي من منظورنا الخاص كل واحد يستدعي النبي أو النبي هي ملقة نعكس عليها الصورة الخاصة داخل نفس كل إنسان الغاضب يستدعي النبي الغاضب صلى الله عليه وسلم والمتسمع سيستدعي النبي المتسمع لكن أنا أمام كم مهائل من الأحداث ومن التفسيرات ومن السياقات لحالة من الصراع المتبادل كل طرف يحاول أو في حالة لإفناء طرف آخر أو اقصاء طرف آخر فأنا معدرش أنتزعي السياقات التاريخية والسياقات الاجتماعية وأحول ده مش التزعي يا دكتور هما بيلجوا إليها كمراجع وأسانين شرعية وهم الناس بيبزولوا جهد على فكرة على فكرة في ألف صفحة في الكتاب فيه سيد إمام ده من أحد مرجعات الجهاد عامل الكتاب لتأصيل العمل المسالح من ألف صفحة وعلى فكرة من أفكار الخطاقة أن الناس تروج لفكرة أن اللي بتبنى العنف ده رجل مجنون وراجل ما عندهش عقل لا ده إحنا عندنا البغدادي كان أستاذ شريعة في إحنا جامعات بغداد وعندنا سيد إمام كان أول سانوية عامة وأول دفعيته في كليات الطب وراجل له من كتب كثيرة من هذا الكتاب لكن إما تقرأ جوها المنحك بقى أنا شايف أنه مانه جاش جدا مانهك يتسب بالحرفية وبالانتقاء يجمع مشاهد فكرة بنساهمها في الانتقاء أيضا الإختيال يجايب كعب بن الأشرف ويجايب الست للنبي مثل هذه المواقف تمثل هي الفكرة بقى إحنا بنقبل بهذه المواقف كأنها حدثت بالفعل مش إنها منسوبة مش إنها مزورة مش نضامنا سيرة ملتبسة بأنه ده مش استدعاء ويعباسي للتاريخ النبوي علشان يبقى مبرر لقتلهم وزبحهم هي فكرة إن إحنا بدايةً لازم نتفق على إننا نتحدث عن أخبار أحد وإحنا مشكلتنا الحالية إن إحنا نقرد ما بينه ما هو يقيني عقائدي يقدمه القرآن الكريم وهو يعني يعني وأعرض وإدعو لسبي ربك بالحكمة واصبر كل هذه المعاني إن أريد الإصلاح إلا ما استطعت كل هذه المعاني اللي هي اليقينية وأبدأ أدور في أخبار أحد أول صفة من صفتها إنها قد تكون احتمالية قد تكون حقيقة وغير حقيقة وينبغي أن أعرضها على المنهج العام وهل هي تمثل فعل معياري مرجعي أم أنها فعل استثنائي هامشي طيب قلينا نشرح وإنبسط للبعض يعني حديث أحد بمعنى الحديث اللي مصدرها واحد يعني في أحد النقل نقلت ويتخلى لها فرضا نعم ولست جمعا 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 الحديث المتواتر أه نعم هو الحديث المتواتر اللي هو قد إيه معنا برضو نقول لنا حجم ده وحجم ده لا لا الحجم المتواتر لا حجم المتواتر ليس بحجم ده حجم بسيط جدا يضاف إلى القرآن طبعا بأن القرآن متواتر للنقل كويس السلفيين رأيهم أنه السنة تنسخ القرآن اللي احنا حولنا كل ما أتانا من سنة الأخبار إلى أنه وحي مقدس وممكن أن أي إنسان ده في خطاب السلفي يدخل مباشرة يجيب الحديث ويطلع ينفذ هذه قضية خطيرة جدا وده إحدى الإشكاليات القائمة واللي احنا بنحصول من إحدى الإشكاليات القائمة اللي احنا حولنا فعل الصحابة إلى فعل مقدس وليس فعل بشري اللي احنا حولنا بعض الأفعال الاستثنائية إلى قواعد هي فكرة أنه يجيب الدليل عشان عنده حكم جاهز هو فقط عنده يحتاج إلى مقدمات تصنع هذه النتيجة وده إحدى الإشكالات الخطيرة والاستخدام النفعي أو توظيف النفعي للموروث التراثي يعني أنا برضك هارجع تاني وللمعنى الأعمق والأعظم اللي هو يستمد من القرآن الكريم واللي أنا أشوف الفعل العام للنبي صلى الله عليه وسلم وده يعدنا نقطة السيدة خديجة لو إحنا معنا نواد السيدة خديجة لما أقدم في موقف أنا شاف له موقف مؤسس نعتبره نأسس عليه كثير جداً النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث مع أول لقاء مع جبريل عليه السلام هو أصبه الخوف والزعر وعندما أتى للسيدة خديجة العظيمة طبعاً وأنا بقول العظيمة بقوة وبحب لأن البيت النبأ وداخله امرأة قوية من يمصور المرأة بالضعيف وما نفعله مع المرأة هو بعيد عن الإسلام تماماً وما قدمته بعض كتب التراث وبعض القراءات هي بعيد عن المرأة القوية في حياة النبي بشكل مستمر سواء بنت سواء كانت عامة سواء كانت زوجة سيدة خديجة قالت له ما يخزيك الله أبداً ولما بدأت تقدم أسباب لماذا لن يخزى للنبي صلى الله عليه وسلم أدبت أسباب من السياق الخارجي من المجتمع النبي يتحرك في مجتمع جاهلي لا يوجد بعث ولا نبوه هذه الأسباب هي التي ستؤهله إن ربنا لن يخزله إحنا فكرة الخزنان ده معنى عظيم جداً وعمير إن أنت تنتظم من حد أن أنت رقم واحد عنده تحس أن تبيت رقم عاشر عنده النبي من قربه وحبه لربنا على الميلة الإبراهيمية قبل البعثة كان حسن ورقة مواحدة عنده ربنا قريب من ربنا فالسيدة خديجة لما لات حزن النبي حسن كأن النبي بيقول إن ربنا خزل وهي بتقول له لأ عمه ما يخزي لك أبداً طب ليه؟ فهي قلت له تعبيرات جميلة جداً فقلت له أن أول حاجة تكسب المعدوم ما بيسيبش الإنسان اللي هو مالوش عائل وبتحمل الكل وتصر الرحم وتكر الضيف وتعين الناس على المصائب نوائب الحق لم أقدمتوش العلاقة بربنا إطلاقه ولكن أقدمته في السياق اجتماعي يعني النهاردة اللي بيقول لك المجتمع الغرب بصفته نعته ويستبيح أو إحنا في مجتمعات المسلمة والنبي مجتمع جديد لم يستبح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم وكان إزا قابلوه ب قسوة يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وإزا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بإساءة يقابل بإحسان ولذلك عندما نصف قصة جئتكم بالزبح عشان نزيل اللابس الروادي أنا حتى أبحث حوالها كتير جدا عشان أكمل الرؤية بتاعتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حوالي الكعبة وفي وأنت شايف أنه حديث صحيح هو أنا بس عايز أقول حاجة إحنا ممكن أن نريح أنفسنا من بدري ونقول الحديث غير صحيح ممكن ولكن لو حبينا نتقبل صاحب السند وتقبلنا السند يعني هتقبل السند وهنقش المات هلاقي المات له توجيه يعني له الفكرة كلها أنا عايز أقول إن ده ما هوش منهج ده مش أصل ده مش قاعدة يعني هو النبي كان يطوف وهم يسبون النبي ويسبونه مع كل فالنبي غضب هي لحظة الغضب ولذلك هم لما النبي غضب عليهم وقال هذه الجملة بقوة جئتكم مثلا هنا الطبيعة البشرية طبيعة النبي كان دائما بشر رسوله بشر رسوله لا ينطق عن الهواء بس هي دي بقى مقطة الخطيرة أنهنا بنحول عبارات النبي كلها لنا وحي هي رسة وحي هم نفسهم قالوا له إيه ساعتها للنبي صلى الله عليه وسلم ما علمناك جولة يعني هم شافوا إن ده غضب جاء لنا معنا الغضب وهم خافوا من قوة غضبة النبي رغب إن هم جم تاني يوم بعدها كما جاءت في الرواية بتقولك إن هم يعني رجوا عن نفسهم إزاي خفنا أو تراجعنا ولماذا لم ننزل به إساء وفكروا ساعتها إن هم ينزلوا به إساء ليه حادثة محاولة عقوة بن أبي معايت إن هو يشنو النبي صلى الله عليه وسلم وهنا برضو هيوصلنا نقطة تانية في برضو فكرة إن أنا بقدم النبي إزاي يعني أنا النبي أنا عايز دايما أتذكره في العبارة أنا بحب دايما أقولها وأكد عليها يعني النبي في أحد اتكسرت السنة الروعية بتاعته ووشه اتفتح والدماء تسيل وفي هذا اليوم أنا عايزنا أتخيل المشهد حبيبه قوي قوي صاحبه أخوه في الرضاعة عمه حمزة مش تقدل تتقطع مناخير تقطعت وأذن وبطن تشقت اه يعني ومصعب اتقطع برضو وطلحة مش تشل دراعه وصيب يشل أنا عايز أتخيل مأساوية هذا المشهد وارجع النبي يرجع بزينه الورى ويفتكت 13 سنة من التعزيب وقتله لأصحابه وإساء القلبيته ووضع تراب كل المشهد يحب نستطيعها النبي قلبه وعندما يطلب أن يده عليه ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما دي خم فإنهم لا يعلمون هذه هي نبوة وهذا مقام لا يستطيعه إنسان في الصفح والتسامح إلا نبي ومن يريد أن يهوم من هذا المقام ويقدمه في صورة المنتقم الثائر القاتل هو يهين من هذا القدر وليست الرسوم المسيئة التي يهين فقط ولكن التصورات المسيئة التي يتداولى خطاب جماعات التمايز بالإسلام عن المسلمين هي الخطورة وهنا تأتي نقطة مهمة جدا في كلمة جماعات التمايز شكرا للمشاهدة